الأمر المهم وهذا الذي أريد أن أطرحه بين أيديكم وكلاء السيستاني يخبرون الشيعة من أنه نائب صاحب الزمان ويستدلون بتوقيع إسحاق بن يعقوب في أن الإمام الحجة أمر الشيعة بالرجوع إلى رواة الأحاديث في الحوادث الواقعة ومن أنهم حجة صاحب الزمان وهو حجة الله وهذا كذب محط بغض النظر عن معنى التوقيع الشريف لأن السيستاني نفسه لا يؤمن بهذا التوقيع هذا كتاب من كتب السيستاني عنوانه الاجتهاد والتقليد والاحتياط وهذه الطبعة طبعة مؤسسة نور الأمير 2020 ميلادي وهذا هو الجزء الخامس عشر في مجموعة كتبه وأثاره صفحة أربعة وثمانين وهو يتحدث عن توقيع إسحاق بن يعقوب فماذا يقول فظهر أن التوقيع مخدوش سندان وغير قابل للاستدلال به فلماذا تستدلون به وتضحكون على الناس يا وكلاء السيستاني ولماذا يا أيها السيستاني لا تصدر بيانا في تكذيب هؤلاء الوكلاء السفلة ما هكذا يضحكون عليكم من أن السيستانية نائب صاحب الزمان ويستدلون بتوقيع إسحاق بن يعقوب بينما السيستاني لا يؤمن به ولا يقبله هو يقول هكذا فظهر أن التوقيع مخدوش سندا من جهة السند لا يقبله وغير قابل للاستدلال به من جهة المتن فهو لا يقبله لا سندا ولا متنا فلماذا يا وكلاء السيستاني وحتى بقية المراجع وكلاؤهم أيضا يضحكون على الشيعة بنفس هذه الطريقة ربما بعض الوكلاء حمير إن لم يكونوا جميعا لا يعلمون من أن السيستانية لا يعتقد بصحة التوقيع لا من جهة السند ولا من جهة المتن فأكثر المعممين الذين تشاهدونهم في الشوارع حمير هذه هي الحقيقة وأما الرواية التي يضحكون بها على الشيعة أنا أقبلها أعتقد بها بحسبهم هم الرواية التي هي رواية التقليد الرواية الموجودة في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدها الرواية طويلة فيستدلون بهذه الرواية أيضا على التقليد وعلى النيابة عن صاحب الزمان هذه الرواية أيضا السيستاني لا يقبلها صفحة 428 يقول في الكتاب نفسه قد ورد في التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام رواية مفصلة إلى أن يقول في صفحة 429 إلا أن الرواية ضعيفة من جهة السند ولا يمكن الاحتجاج والاستدلال بها فهو لا يعتقد بصحتها فلماذا تضحكون على الشيعة بهذه الروايات التي لا يعتقد السيستاني بها ولماذا يعيها السيستاني لا تصدر بيانا في تكذيب هؤلاء الوكلاء السفلة هكذا يضحكون عليكم وكلاء السيستاني ووكلاء سائر المراجع وأنا أقول للسيستاني ولسائر المراجع لماذا تضحكون على الشيعة تضحكون على الشيعة في كل شيء بيان الانتخابات تضحكون فيه على الشيعة هذه قضية الدستور والخوانين وقضية حرب الفساد وقضية احترام أصوات الناخبين كل هذا ضحك على الذقون عمليا أنتم فعلتم ولازلتم تفعلون بخلاف ذلك بشكل واضح وصريح من دون حياء من دون خجل أما حكاية الصايا والعبايا صارت بلاية ملحة يهب محمد رضا صارت حكاية جايفة صارت بلاية ملحة بلاية ملحة يعني من دون ملح وأما الصورة المزورة والحكاية المزورة والقصة طويلة وهذا التبليغ الكاذب يثبتون النيابة لصاحب الزمان بروايات السيستاني نفسه يكذبها لا يعتقد بها ألا تلاحظون أنكم مضحكا مضحكة بامتياز وأعود إلى مراجع النجف إلى السيستاني وإلى البقية إلى متى تبقون تكذبون على الشيعة على شيعتكم ما هم بشيعة أهل البيت قطعا لو كانوا شيعة لأهل البيت لسددوهم الإمام الصادق هو الذي يقول في رواية التقليد هكذا يقول إمامنا الصادق لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام من عوام شيعتهم شيعة أهل البيت أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر ملبس يعني كلاوتي كذاب مزور دجال بالضبط مثل هذه الأوضاع هذه الأوضاع التي مرت علينا في هذه الوثائق السيستانية هي التي تشخص لنا من أن الرجل ملبس لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر ولكنه يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب ثم يوفقه الله تعالى للقبول منه فيجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة ويجمع على من أضله الذي هو ذلك المرجع الملبس الكافر ويجمع على من أضله لعنة دنيا وعذابا آخرة هؤلاء لو كانوا شيعة لسددوا من قبل صاحب الزمان لكنهم شيعة المراجع شيعة طوسي مساكين هؤلاء هذه الحقائق بين أيديهم لكنهم لا يريدون أن يشربوا الماء من العيون النظيفة الطاهرة لقد عودوهم أن يشربوا المياه الأهسنة إنهم يشربون المياه الثقيلة مياه المجاري فالعيون نوعان عيون صافية هي عيون عليا وآل عليا هذه ثقافتهم وعيون كدرة وسخة نجسة هي عيون سقيفة بني ساعدة التي هي بعينها عيون حوزة الطوسي حوزة النجف وكربلا نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر